اشتركوا في القناة مهم جدا بالنسبة لأي مريض سكر رب ناعة فيه ويحفظه ولازم يبقى متواجد عندك في البيت جهاز غاز السكر علشان تقيسي معدل مستوى السكر في الدمج بمنتهى السهولة الجهاز بيتكون من 3 حاجات أول حاجة الجهاز ده شاشة كده صغيرة علبة فيها شرايط وألم الوخص أخيرا كل حاجة أنا هتكلم معاك وفيها بالتفصيل وهنتعلم مع بعض إزاي نشغاله بمنتهى السهولة ونستفيد منه بأقصى درجة أول حاجة أنا هتكلم معاكم عنها هو الجهاز الصغير ده ده جهاز بيظهر فيه على الشاشة هنا قراءة معدل السكر في الدم وبيظهر جنب القراية كده سهم صغير هنشوف ده عملي بيشير نحية اتجاه النقاط دي لو هو منخفض بتنزل استهمى بيبقى نحية النقاط الحمرة لو هو معتدل أو متوسط بينزل استهمى نحية اتجاه النقاط الخضرة دي لو عالي بيبقى نحية النقاط الزرق ما فيهوش اي زرائر خالص هو زرار واحد في الجنب اهو واضح قدامكم كويس كده وهنا المكان ده ده اللي بنحط فيه الشرايت علشان نقاس بيه السكر وهنا شكله من الخلف مكتوب هنا ان هو صناع الميني وفيه غطاء هنفتحه مع بعض ونشوف جواه ايه اهو بفتحه معاكم اهو جواه اتنيا حجر ده اللي بيشغل الجهاز بيفضله معاك يمدة طويلة جدا ممكن سنة مش اقل من سنة ولما بيخلص او تحسين الجهاز مش شغال بتبدأ يتغيريهم بتشتريهم من الصيدلية وتقريبا سعرهم خمسين جنيه حاجة بسيطة يعني تمام كده مكتوب هنا ان هو صناع الميني برقمه كل المواصفات بتاعته تاني حاجة مهمة موجودة معي هو الم الوخس ده الم الوخس الم الوخس ده عبارة عن الم صغير مفروش اي حاجة خالص كل جهاز قايص السكر لو الم مخصص ما ينفعش ان انت تغيريه او انت تستخدمي غيره القلم ده فيه هنا حاجة زي زرار شايفين هو الوقتي لونه ابيض لما تضغطي كده على القلم من فوق بقى لونه اصفر ده معناه ان القلم ده جاهز دلوقتي للوخس كويس الكلام ده وتبدأين انت تشكي بالشكل ده وتسمعي الصوت ده الارقام دي بتبقى لسمك جلد يعني انت لو سمك الجلد بتاعك اتنين بتعمل على اتنين علشان ان هو يشك وينزل الدم على طول هنفتح مع بعض الجزء ده اهو شايفين هنا دي ابرة الوخس الابرة حين بتبقى مقفولة من الاتجاه ده والجزء ده اهو بنبدأ ان ندخله كده اهي شايفين دخل معي بمنتهى السهولة اهو كده ده معناه ان هو جاهز للوخس كل الابر بتبقى موجودة في العلبة بتبقى بالشكل ده تمام بنبدأ ان احنا نلف الجزء ده علشان نفتح ابرة الوخس وتبقى جاهزة للشك اهو بالشكل ده اهو بلفها بمنتهى السهولة اهو وطلع قدامي السن زهر زهر قدامكم اهو اده السن تمام كده ونبدأ ونبدأ نقفله بالشكل ده اهو سمعتو التكة دي ده معناه ان هو اتقفل بمنتهى السهولة اهو تمام ونزبط زي ما احنا قلنا كده الوخس خليها دايما يعني على ثلاثة الاوضل ان انت تعملها دايما على ثلاثة لو حسيت بعد كده ان هي مش جابة نتيجة تبقى تعملها على اربعة لكن بالنسبة للبنات او الستات هيبقى حلو جدا على ثلاثة العلبة دي فيها ابر الوخس اللي مندخلها في القلم ده فيها حوالي 100 ابرة بتشتريها من السيطالية بس هي ما بتجيش مع الجهاز انت بتشتريها منفردة عن الجهاز اخر حاجة بتجي مع الجهاز هي علبة دي علبة الشرايط مكتوب عليها ان هي مخصصة للجهاز اكيو تشيك ان استنت وكل جهاز له شرايط مخصصة لوحده ماينفعش ان انت تستخدمي له اي نوع من الشرايط ومكتوب ان العلبة دي فيها حوالي 50 شريط شريط في ان انت ممكن تشتري مسلا عشر شرايط في علبة عشر شرايط في علبة فيها 25 شريط وفي علبة فيها 50 شريط ادى شكل الشريط شايفينه معيه اهو الجزء اللي فوق الجزء المعدني ده في حاجة زي سالفر ده اللي بيدخل فيه الجهاز والجزء اللي تحت ده ده الجزء الاصفر اللي بتحط عليه نقطة بسيطة خالص جدا من الدم وبيبدأ يقس لنا السكر تمام كده خلاص كده احنا اتعرفنا على كل مكونات الجهاز وهنبدأ ان احنا نقيس معطل السكر في الدم بشكل عملي معانا دلوقتي الجهاز ومعانا قلم الوخز ومعانا الشريط اول حاجة هنبدأ ان احنا نحط الشريط بالشكل ده في الجهاز شايفين انا حطيته ازاي واول ما حطيته هيبدأ يظهر دي العلامة دي معناها ان انت تحطي نقطة الدم خلاص احنا سيبنا الجهاز هنبدأ ان احنا نشك نفسنا عشان يطلع الدم ونبدأ نقيس بقى احنا بنجمع الدم كده في الصباح ده بنقرب لازم تتأكدي ان النقطة دي صفرة كده بالشكل ده عشان تقدري ان انت تشكي تمام وبتحسي وبتجمعي كده اهو وهتبدأ يتحسي بالشكة تمام وتبدأ يتضغطي هنا اهو خسيت طبعا بالشكة اهي بدأت نقطة الدم تنزل هنبدأ نقرب الجزء الاصفر من نقطة الدم كده اهو مية واحد تمام احنا ظهر لنا في القياسة دلوقتي شايفين السهم اللي انا قلت لكم عليه سهم زوار ده السهم ده اتجاهه للاخطر ده معناه ان معدل السكر في الدم عندي متوسط او جويس لو طلع لي فوق ازرق يبقى عالي جدا السكر لو نزل لتحت كده نحيط الاحمر اتجاه الاحمر يبقى السكر عندي واطي جدا فده بيعرف الناس انت معدل السكر عندك ايه انا استخدمت نقطة واحدة بس صغيرة جدا قسيتلي السكر احنا نزيل الشريط بالشكل ده بنشده بالمنديل اهو زرار ده اللي في الجنب فايدته انه بيجيب لك اخر قريات تضغطي ضغط كمان هيجيب لك اخر سبع ايام المعدل بتاع السبع ايام ده اخر تلاتين يوم واخر حاجة اخر تسعين يوم فيه هنا جزء ثاني هو في الجنب الجزء ده بتدخالي فيه اي وصلة يو اس بي وتبدأ ان انت تنقلي القريات دي على الكمبيوتر او على الموبايل او اللاب فيه ابليكيشن دلوقتي موجود لجهاز قاس السكر اكيو تشيك انستان تبتقدر تنزليه منتع سهولة من على جوكل بلاي او ابل ستور وتبدأ ان انت تتبعي الارشادات في الابليكيشن ده والابليكيشن ده حلو جدا بيبقى موجود عندك على الموبايل سعر الجهاز ده ربعمية خمسة وعشرين جنيه وبيجي معاه علبة فيها خمسين شريط لما الجهاز ده بيبوز منك خالص او يبقى قديم وعايز اتغيري او نزل حاجة احدث ممكن ان انت تغيريه بتودلهم الجهاز القديم بتاعك وتاخدي جهاز جديد بتدفع تقريبا مية وتمانين جنيه وتاخدي جهاز جديد بشرايط عشر شرايط تقريبا بتدفع فيه مية وتمانين جنيه بس تمام كده علبة الشرايط دي انت بتشتريها الخمسين شريط بمتين وخمسين جنيه الجهاز بيجي في حافظة حلوة شيك سغيرة بتقدر ان انت تتخطيها في شنطاتك لان انت ما تستغنيش علن الجهاز ده بيبقى موجود معاكي في اي مكان انت رايحه ده شكل الحافظة هنفتحها معاكم ووريكم فيها ايه بتحافظ جدا على الجهاز اهو انتوا عرفتوا معايا بمنتعة سغولة احنا ازاي بنقيس معدل السكر في الدم من خلال الجهاز قياس السكر الجهاز ده ازهل جهاز موجود لقياس السكر في الدم وهي انصحك ان انت تشتريه بتجربه هيبقى كويس جدا معاكي والنتايج بتاعته تبقى ضغيقة جدا وكويسة جدا وسهلة جدا يعني انت شفته في خمس ثواني بس باين لك القرية معايا ايه وتعلمنا ازاي نغير السن سوا وازاي ان احنا نشيل الشريط الشريط استخدامه بيبقى مرة واحدة بس والسن ابرة الوخز برضو بيبقى استخدامها مرة واحدة بس او بالكتير او مرتين يارب بكون ادر ارتفتكم في ريفيو النهاردة عن جهاز قياس السكر اكيو تشك ان استنتوا كان مفيد بالنسبة لكم وسهل في التعامل ما تنسوش سابسكرايب للقناة وفعالوا الجرس علشان يوصلكم كل الريبيوز جديدة اللي بقدمها لكم والفيديوز باي باي رانا داود اشتركوا في القناة